بعد دعوات حذرت من الثقافة الدينية المتطرفة وبغرض تكريس التسامح والاعتدال أصدر العاهل المغربي محمد السادس تعليمات للحكومة بضرورة مراجعة مناهج وبرامج تدريس التربية الدينية في مختلف مستويات التعليم في المملكة وأوضح بيان للقصر الملكي أن المراجعة ستتم في اتجاه إيلاء أهمية أكبر للتربية على قيم التسامح والاعتدال والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية مع التشبث بقيم الشعب المغربي متعدد المكونات وعاداته وتقاليده تعليمات الملك محمد السادس أتت بعد عدد من الدعوات القديمة المتجددة التي حذرت من أن طريقة تدريس التربية الدينية في المدارس المغربية قد تؤدي إلى نزعات متطرفة أو تشجع على الإرهاب في بلد لديه أكثر من 1500 مقاتل في صفوف داعش وفكك أكثر من 150 خلية منذ عام 2002 وكانت آخر هذه الدعوات رسالة صادرة عن عدد من المثقفين والنشطاء دعت إلى تنقيح بعض المقرارات والمضامين التي قد تغذي التأويلات والقراءات الخاطئة للدين الإسلامي السمح حسن جوليد العربية